اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامج من اسباب الحياة دي النهاردة هنحكي عن موضوع تعارض الدين مع العلم وطبعا ده موضوع مهم لان اغلب الناس المؤمنة بالدين فاكرة ان الدين ده كلام الله والله ما بيغلطش وانه اكيد عارف كل تفاصيل الحياة والكون وبالتالي اكيد كل كلامه صحيح لكن الحقيقة ان الناس دي بتصدم لما تعرف ان الكتب اللي بيسموها كتب مقدسة فيها اخطاء علمية وتاريخية وفلسفية وغيرها كتير من الاخطاء النهاردة طبعا هنتكلم عن الاخطاء العلمية ودي بيكون اشد صدمة من غيرها لان هي علم يعني حاجات خاضعة للتجربة والبرهان ومثباتة بالدليل وقبل ما احكي لكم عن اخطاء العلمية الموجودة في الكتب احب فوت الفرصة على الناس المخادعين اللي بيحاولوا يجملوا شكل الدين علشان يفضل الدين موجود ويتكسبوا هما طبعا من وراه بعض رجال الدين او المفسرين للدين لما بيجدوا تضاوط بين الدين والعلم بيلجأوا الفكرة غريبة واللي هي بتقول الكتب المقدسة مش كتب علم دي كتب دين فما تسألهاش عن العلم ولا تاخد منها علم تسألها عن الدين وتاخد منها دين يا سلام دلوقتي ما بقيتش كتب علم طب طالما هي مش كتب علم امها الحشرت نفسها في العلم وحكت عنه ليه وسيادتك مش انت شايف ان كتابك ده نازل كوحي من الله او كتبوه وناس الله الصالحين ماسوقين بالروح القدس طب هو الوحي بيلط ولا اله ما كانش عارف الروح القدس كان نايم شوية وقت الاخطاء العلمية دي برضو ولا ما كانش يعرف كتابك مسؤول عن الاخطاء العلمية الموجودة فيه وقبل ما نقول عن التعارض بين العلم والدين لازم نعرف اصلا ايه الفرق بين العلم وبين الدين العلم بيقول كلام موجود وعليه اسبات او دليل يعني علشان العلم يقول شيء لازم يكون معاه دليل عليه يقدر يسبتلك بتجربة والبرهان كلامه يعني لما العلم يقولك ان المية تتكون من زرتين هيدروجين وزرة اكسجين يقدر يوريلك كده يقدر يسبتلك كده لكن مش بيقلف المزاج والمية تتكونه من ايه يعني العلم بيشوف المعطيات وبيوصل منها لنتيج مش بيقلف من دماء والكلام ويقوله يعني لازم كل كلام العلم يكون عليه دليل عليه برهان عليه توصيق طبعا ده عكس الدين تماما اللي هو ناس شافت حاجات في الحياة ومعتقدين ناس صحيحة فكتبوا عنها كل اللي شغلوا فيها شكلها الظاهر لكن حقيقة الحاجة ايه هم مش عارفين اصلي وبيقولوا اي كلام من غير اي اثبات علمي عليه يعني واحد بيقول نتايج بدون ما يكون عنده اصلا معطيات جاب منها كلامه او اي دليل عشان يقول الكلام بتاعه الاكتر من كده ان العلم لما بيجي يشوف الكلام اللي قال عليه الدين بيلاقي ان الكلام ده مش صحيح بكل ما فيه ولذلك ما ينفعش حد يقولك العلم اثبت كذا ويوريلك ان في نظرية بتقول كذا 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 فتقوله لا انا مش مقتنع بالكلام ده لانك هتبقى زي واحد بنقوله ان الارض بتدور ومش ثابتة فيقولي لا انا مش مقتنع بالكلام ده مع كامل احترامي لشخصك عن سيادتك ما اقتناعت لان اقتناعك او عدم ومش هيفرق مع العلم في حاجة عاوز تقولي انك شايف العلم غلط ده منوش غير سبيل واحد بس انك تدرس وتتخصص في المجال اللي انت عاوز تحكي عنه وتقدم رسالة دكتوراه او بحث علمي ايم على اثبتات وتقول فيه ان الحاجة الفلانية دي غلط وفي الحالة دي طبعا هتصبح عالم مشهور في المجال ده وهيتعمل لك جامعة باسمك وهتاخد تعويض من الجامعات اللي كانت اي لكلام قبلك مخالف حنك وهتبقى حد تاني خالص لكن تيجي تحط رجل على رجل وتقولي النظرية دي مش هتباني والكلام ده مش موافق عليه هقولك زي ما قلتلك فوق عن سيادتك موافقت العلم اصلا مش بياخد رأيك انت ولا مستني رأيك العلم بيمشي حسب الحقائق اللي قدامه كمان لازم ناخد بالنا من حاجة تاني ان لو حد مرة قال تخمين في موضوع ما وطلق الموضوع ده صح ده مش معناه انه نبي ولان فيه قوة خارقة بتدعمه يعني مثلا في القرن الستاشر كان فيه واحد اسمه جوردانو برونو قبل ما انتك تشوف في علم الفلك ان الارض هي اللي بتدور قال ان الارض هي اللي بتدور وان فيه كواكب تانية غيرنا واننا بندور حوالين الشمس بس ما كانش معاه دليل هالكلام ده ساعتها اعتبر مارتين لوشر ان دي اهانة للدين وموته العالم ده لانه بيقول كلامه خالف للدين بعد ما الراجل ده مات بفترة طويلة طلع كلامه صح مش معناه ان الراجل ده كان نبي ولا انه مرسى من اله يعني بفرض ان انت لقيت حاجة علمية مكتوبة بالصدفة في الدين وطلعت صح ده مش معناه خالص ان الكتاب اللي انت ماته كتاب عمله نبي ولا ان في قوة خارقة قالتلي على الكلام ولا ان كان لان ده مرسى من الله ولا اي حاجة وارد جدا يكون معلومة قالها بالصدفة وطلعت صح ووارد كمان ان يكون الناس في الوقت بتاع زمان ده وصلوا المعلومة دي وكتبوها في مخطوطات او ما كتبوهاش او المخطوطات دي ما وصلت لناش فده مش معناه ان الناس في العصر ده ما كانوش عارفين المعلومة دي فلما يكتب كتاب يكون في معلومات من اللي موجودة في العصر القديم ده ما تفطردش ان هما ما كانوش عارفين وبالتالي هو خارق انه جاب المعلومات دي خصوصا انك لما بتشوف باقي المعلومات بتلاقي معلومات كتيرة جدا قالها وطلعت غلط وزي ما قلتلك الكلام ده بفرض ان انت لقيت حاجة في كلام الاديان عن العلم صحيح لكن هنشوف سوا قد ايه الكلام الاديان في اخطاء علمية عاوز كمان اقولك حاجة والحاجة دي بتغزني جدا بسرعة ان في ناس بتكتهد وتتعب ويطلع عينيها في الدراسة والبحث عشان توصل لمعطيات وحقائق علمية نستنتج منها حاجة ونوصل لمعلومة جديدة ويتضيف للعلم شيء ويتضيف للانسانية شيء وبعد كده تلاقي رجال الدين والمخدعين يروح يدوروا في الكتب بتاعتهم ويحاولوا يلاقوا نصوص ينفع يحصل معاها تأويل علشان يقولك ان الكلام ده كان موجود في الكتب بتاعتنا من الزمان طب يا سيدي طالما كلام ده موجود في كتبك ما تفضلتش وطلعت النظرية عمادي من الزمان ليه ما رايحتش الناس ليه طب تعمل ايه لو حصل وكانت النظرية دي نظرية فرضية مش نظرية علمية وطلع انها مش صحيح من تأكيد هتروح تدور على معنى تاني يقولك ان الكتب الدينية دي ما تقصدش الكلام ده وان المعنى الاساسي مخالف خالص للمعنى اللي كان متقل زمان وهتماشي الدنيا كده كلها مغلطات وطبعا بالله مغلطات بالهابة اللي بتحصل علشان يأولوا النص المكتوب ويخلوا يخدم قصتهم ويخدم الدين بتاعه هحكي لكم قصة طريفة كده حصلت معايا وانا صغير شوية كنت في المدرسة وحصل تفجير للمركز التجارة العالمي ولقيت اصحاب المسلمين فرحنين وبيقولولي ان الكلام ده كان مكتوب في القرآن ووروني آية في سورة التوبة بتقول أفمن أسس بناية على تقوى من الله وردوان خير أمن أسس بناية على شفه الجرفهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين وقالولي ان دي معجزة وقالولي ان سورة التوبة دي بتيجي في الجزء الحداشر وهو يوم انهيار البرج العالمي ترتيب السورة دي في القرآن رقم تسعة وهو شهر الانهيار عدد الأحرف من أول السورة لغاية الآية اللي هي رقم مية وتسعة الفين وواحد حرف اللي هو سنة الانهيار رقم الآية مية وتسعة وهو عدد أدوار البرج على شفه جرفهار هو اسم الشارع اللي في مكان الانهيار فطبعا كنت رس صغير وقعت فكر معقول الكلام ده حقيقي معقولة دي معجزة والله عارف كده من زمان لكن الحقيقة بتفكير بسيط لقيت ان الموضوع مش معجزة ولا حاجة ده واحد قرى الآية وشاف ترتيبها فاختار الشهر واليوم وستنى وراح فجر المكان يعني ما فيهش أي إعجاز أصلا لكن بيحاول الدجالين اللي زي ده ان هما يصيغوا الأفكار دي للناس البسطاء علشان يقنعوهم ان الدين صحيح وان الدينهم قيل على كل الكلام ده من زمان في الحقيقة هي مش أكتر من مغلطات وتأويلات علشان يجملوا شكل الدين سواء بانه يقنعك ان فيه إعجاز او يحاول يلزق كلام علشان يبقى ماشي مع العلم فيقولك شايف الدين بتاعنا متماشي مع العلم اني الله كان عارف من أكتر من ألف ومش عارف كام سنة الكلام اللي متماشي مع العلم برضو فيه نوقات كتيرة لازم توضح قبل ما نحكي عن الأخطاء أحب وضح لك الفرق بين ثلاث حاجات الحقيقة العلمية والنظرية العلمية والنظرية الفرضية الحقيقة العلمية دي حاجة وجدت فيها العلم الدليل قاطع يثبوت على صحتها فأصبحت حقيقة علمية ودي كده بيت صحيحة ومؤكدة النظرية العلمية دي نظرية مكونة من مجموعة من الحقائق العلمية وبالتالي فيها صحيحة ومؤكدة جد النظرية الفرضية ودي بتكون فكرة عالم ألها بس مش معاه دليل عليها لكنه ببتدي يبحث ويدور وعلا فكرته دي لعلا وعاست تكون فحيحة لو لقى لها إثبات بقت نظرية علمية ومؤكدة ما لقى لهاش إثبات ولقى أن فيه حاجات في الواقع بتنافي نظرية الفرضية يبقى النظرية دي بقت بلا قيمة وبتنفى والنظرية الفرضية دي هي اللي بيحتاج بيها المؤمنين دايما يقولك إن العلم ساعد بيخطئ العلم بيغير كلامه لا يا سيدي الموضوع مش كده دي حاجات أصلا لم تثبت بعد وهي بمجرد افتراضات وليست حقائق لكن بمجرد ما بقت حقيقة علمية العلم مشارجة هي غلط فيها تاني ممكن العلم يكتشف لها بعض تفاصيل يضيفها عليها لكن مش بيقول إن الكلام اللي فات ده غلط سامحوني الموضوع ده مهم جدا بس الكلام فيه كتير جدا وهتبقى الحلقة طويلة جدا فاحنا هنكتفي بكده النهاردة ونكمل باقي الموضوع في حلقتنا بكرة استنونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج من أسباب الحادي وما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب درمونا كمان على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب قناة الآخر theother.tk اشتركوا في القناة